أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافراً؟ هل؟ يقول أحسن الله إليكم هل الإفطار للصائم وقصر الصلاة إذا كان مسافراً؟ يشترط له المشقة أم مجرد السفر فقط؟ مجرد السفر فقط لأن السفر مضمة المشقة والأهل السفر يحلو من المشقة فيه مشقة لو أنت في الطائرة أو أنت في الطائرة مشقة من السفر على البعض ما فيه من الانتظار وما فيه من التحميل والتنزيل وما فيه من التنقلات المشقة حاصلة للسفر الله حكيم عليم سفر فيه مشقة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قطعة من هذه العلامة المسافر يقصر الصلاة ولو لم تكن المشقة فيه كثيرا ولابد فيه المشقة نعم